أعلم بكم كابسولتنا اليوم هي للرجال وللذكورة يعني السمنة يجوني يسألوني نائف العيادة بالذات الرجال اللي عندهم همزانة عالية وبغن نسوي العمليات فأول شي هو يقول بعضهم يكون عنده مشكلة يقول لك أنا عندي مشكلة سواء في عدد الحيوانات المنوية في نشاطها مع السمنة وحيانا بعضهم عندهم مشكلة في الانتصاب أيضا هل هذه الأمور ممكن تتحسن؟ ممكن تتحسن؟ ممكن التواصل يعتمد على الأسباب في الغالب والدراسات أثبتت أنك إذا أجريت عمليات سمنة ونزل وزنك تتحسن عندك الحيوانات المنوية من حيث العدد ومن حيث النشاط والكفاءة وأيضا الطاقة والحيوية تكون أفضل بشرط الالتزام بغذائك فيتاميناتك وبروتيناتك لأن هذا عامل رئيسي مهم جدا لأنك إذا فعلا إذا عملت العملية وما تأخذ كل المعوضات التي تحتاجها خاصة في السنة الأولى سيكون عندك وهان وعندك تعاب وأحيانا الحيوانات المنوية تكون قليلة لكن إذا التزمت نعم لأن السمنة للأسف تزيد عندك هرمونات الأنوثة فإنت لما تكون رجل سويت العملية هرمونات الذكورة سترجع بشكل وزنها الطبيعي وبالتالي تساعد في حد عند الحيوانات المنوية تساعد في نشاطها وتكون أفضل وتساعد أيضا في الرجولة وما إلى ذلك بالنسبة للرجل فكل العوامل هذه إيجابية بالنسبة للعمليات السمنة بشرط الالتزام كما ذكرت الآن أشياء وأمراض أخرى مثل السكر وأشياء أخرى لازم نتحكم فيها فإذا عامل إيجابي شفيت منها بإذن الله أنها تقلل من أثار أو الأثار السلبية على الذكورة ولكن يجب أن تكون مبكرة لأن هناك أثار للأسف على المدى البعيد صعب أنك ترجعها يعني لما يكون عندك مرض سكر فترة طويلة وأثر عليك من الصعب أنك ترجعها الأشياء لكن إذا تلاحقتها بشكل أو عملت الإجراء بشكل مبكر ونزلت الوزن وتحسنت الهرمونات في جسمك ثك تماما بإذن الله وغذائك جيد وفيتاميناتك جيدة وأنت متابع مع طبيبك ثك تماما بإذن الله تتحسن الحيوالات المنوية النشاط والنشاط الرجولي أيضا عندك وتحياتي لكم في كابسولتنا اليوم وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر